من أعظم أصول العقيدة التي بدأ اليوم الفكر الحداثي أو التنويري أو المدرسة الحداثية أو الفكر المعاصر أي ما شئت سمها أو العلمانية الحديثة اليوم أو التوجه اللبرالي أصبحوا اليوم يضربون في النص الشرعي ويحاولون زعزعت هذا النص في قلب المسلم لأنه من المعلوم أن المسلم من أصل اشتقاق هذه الكلمة أن يكون مسلما لأمر الله عز وجل وأمر الله لا يعلم إلا بالنص الذي يأتي منه فقضية التسليم من المفترض أن تكون حاضرة بقوة لدى المسلم تزيد ولا تنقص تثبت ولا تتزعزع أصبح اليوم الوافدات الفكرية المعاصرة عبر هذه الجماعات والمدارس الحداثية التنويرية اليوم بأي شكل كانت وفق لقواء عالمية بدأت تزعزع هذا المفهوم في قلب المسلم اليوم ما يقدر يقول لك ولا لا تصلي أو أخرج من هذا الدين أو تحرر من الأحكام الشرعية هذه مرحلة نهائية قبلها خطوات أعظم خطوة حتى يصل إلى مبتغاؤهم أن يضعف عندك قوة النص الشرعي من ناحية قبوله فأصبح ما يسمى اليوم بموضوع النظر وإعادة النظر في النص موضوع قبول النص من عدمه موضوع التسليم والانقياد من عدمه موضوعاً هاجساً لدى كثيراً من الدعاة وأهل العلم فحديثنا اليوم يتعلق حول أصل التسليم للنص الشرعي الذين بدأنا للأسف اليوم لم يشاهد حن في مستوى الكفار بين أبناء المسلمين بين من يصلون ليانا الفروض الخمسة أصبحت إذا قلت لحكم شرعي ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال الله عز وجل في تقرير مسألة يقول لك لكن هذه لكن أعظم محك خطر في أن الذي أمامك لم يسلم تسليماً لهذا النص لأن الاستدراك على النص بوجود أداة الاستدراك هذا خطر عظيم يقول لك ما دخل عقلي لا الواقع اليوم ما يجعلنا نأخذ هذا الاتجاه والله الظروف الإقليمية اليوم ما تجعلنا نسلم لهذا الحكم والله التطور الذي تطورناه ما يجعلنا نأخذ هذا الحكم الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا هو أعظم خطر يضرب في مفهوم التسليم ترجمة نانسي قنقر